اشتركوا في القناة اعرفوا على مفهوم الخطاب الصحفي من خلال التقديم ثم على اهم شروط الكتابة الصحفية والتصميم والبناء المعتمد في انجاز الخبر الصحفي ثم اهم الخصائص المميزة للخطاب الصحفي واخيرا الوظائف التي يقوم بها الخطاب الصحفي في المجتمع فعلى بركة الله مع التقديم هيمنت على حياتنا مجموعة من الاخبار المتسارعة التي تملأ الكرة الارضية في كل بقعة ومكان ولم يعد يقتصر الامر على الطريقة الكلاسيكية المتمثلة في الجرائد المكتوبة بل ظهرت وسائل متطورة من خلال الشبكة العنكبوتية التي ساهمت في تسريع وتيرة تناقل الاخبار بل ان صناعة صحافية اضحت صناعة ذخمة جعلت من عالمنا بمثابة قرية صغيرة تتناقل فيها الاخبار بسرعة قياسية وهنا نطرح مجموعة من التساؤلات في مقدمتها ما هي الشروط لكتابة صحفية ثم ما هي اهم عناصر الخبر الصحفي وكيف يتم تصميم وبناء الخبر الصحفي وما هي الخصائص المميزة له ثم ما هي وظائف هذا الخطاب الصحفي وقبل كل ذلك لا بد من وقفة قصيرة للتعرف على مفهوم الخطاب الصحفي مفهوم الصحافة لغتان تدل الصحافة في المعجم العربي على معنى الكتابة في صحف الاخبار السيارة اي الرائج والمنتشر في الافاق والصحافة مهنة من يجمع الاخبار والاراء وينشرها في صحيفة او مجلة او غير ذلك والنسبة اليها صحافي وعندما نلقي اطلالة على المعجم اللاتيني نعثر على مفهوم الصحافة بلفظة جوغناليزم ويحيلنا على الصحيفة والكلمتان معا تحيلنا على دلالة ومعنى اليوم في اللغة الفرنسية كما نعثر على كلمة بريس وهي لفظ يحيل على اسم المطبعة التي اخترعها جوتنبرغ ومن خلال هذه الاطلالة يمكن القول بان الصحافة ترتبط بسرعة الكتابة بفضل المطبعة وبالخبر الآن المستجد يوميا فلا يمكن الحديث عن صحافة ناجحة ما لم يكن هناك خبر جديد مستجد وصرعة في النشر بفضل صرعة الطبع إذا كان هذا هو مفهوم الصحافة لغة فما هو مفهومها استلاحا تدل الصحافة في مفهومها الحديث على نشاط إعلامي إخباري أساسه المادة الإخبارية نقلا وتحليلا فلا يمكن الحديث عن صحافة بدون وجود عنصر الخبر وقد تطورت بفضل تطور أشكال الطباعة والنشر وصارت صناعة ضخمة خاصة مع بدايات القرن العشرين بفعل التطور التكنولوجي وطفرة وسائل الاتصال والتواصل ومع ظهور شبكة الإنترنت أصبحت الصحافة صناعة مهيمة على حياتنا وإذا كان الأمر كذلك فما هي الشروط الأساسية للكتابة الصحافية شروط الكتابة الصحفية في مقدمة هذه الشروط الموضوعية في نقل الخبر بكل أمانة ودقة ومسؤولية فلا يحق للصحفي نهائيا أن يتدخل في مضمون الخبر ويغيره ويعدله لمصالح معينة فالصحفي يجب عليه أن يكون بعيدا عن الذاتية ملتزما بالموضوعية فلا قيمة للمعلومة الإخبارية ما لم تكن مطابقة للواقع ثم للصحفي حرية النقد فيمكنها أن يقوم بنقض هذه المعلومة من خلال الشرح والتفسير والتحليل ووفق ذلك تتنوع الخطابات الصحفية ومن أهمها الخبر الصحفي وهناك أيضا مقال الرأي الذي يذلي فيه الصحفي برأيه في قضية وحدث ما وهناك التحقيق الصحفي وهو عمل يكون أكثر دينامية وحيوية يحيط بالخبر الصحفي فيبحث في حيثياته بكيفية أكثر عمقا ثم هناك الحوار الصحفي ونجد أيضا الاستطلاع وغير ذلك وسنركز كثيرا على النموذج الأول والنوع الأول وهو الخبر الصحفي ثم لا بد من الجدة في موضوع الخبر فلا قيمة للخبر إذا كان قديما ثم لا بد من الإثارة في موضوع الخبر لضمان الإقبال عليه فليس كل خبر يستحق أن يكون خبرا صحفيا فعلى سبيل المثال لو صادفنا في جريدة خبرا عن كلب عضى شخصا فقد لا نجد إقبالا كبيرا على هذا الخبر ولكن ما رأيكم إذا عثرنا على خبر يتحدث عن شخص عضى كلبا فالخبر الثاني سيشد انتباه القارئ وسيكثر طلب والإقبال عليه لماذا؟ لأنه يتميز بالإثارة وطرافة والغرابة ننتقل بعد تعرفنا على أهم شروط كتاب الصحفية إلى الوقوف على عناصر الخبر الصحفي وسننطلق من نموذج مقتطف من جريدة إلكترونية وهو خبر دولي من خلال قراءتنا لهذا الخبر فنرصد العناصر التالية فهناك وبمجرد قراءتنا للعنوان نقف على الحدث ماذا وقع أمريكا والسعودية تتهمان إيران بزعزعة الأمن فالعنوان منذ البداية حدد لنا الحدث وحينما نصل إلى المقدمة نعثر على الفاعلين في هذا الحدث أي من قام بالحدث وهما وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الأمريكي بعد ذلك نجد مكان وقوع الحدث في مدينة الرياض ثم نعثر أيضا على زمن وقوع الحدث لنجيب على سؤال متى وكما تلاحظون فهو يوم الأحد الذي يصادف يوم نشر هذا الخبر الثاني والعشرون من شهر أكتوبر 2017 للميلاد ثم هناك أيضا عناصر أخرى تجيب على سؤال كيف أي الكيف التي وقع بها الحدث والأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحدث وليس لزاما على الخبر الصحفي أن يحيط بكل هذه الأسئلة ولكن على الأقل أن يحيط بالأسئلة الأولى منها فهذا الخبر كما تلاحظون فهو لا يجيب عن السؤال الخامس والسؤال السادس على أين فلا يمكننا أن نتحدث عن خبر صحفي نموذجي ما لم يتضمن هذه العناصر أو بعضا منها فالخبر الصحفي الناجح هو الذي يجيب على سؤال ماذا وقع أي الحدث وعن من الذي قام بالحدث فاعلون وأين وقع الحدث أي المكان ومتى وقع الزمان والكيفية التي وقع بها والطريقة ثم الأسباب التي أدت إلى وقوع هذا الحدث وإليكم هذا النموذج لخبر صحفي متكامل يجيب على جميع الأسئلة بعد تعرفنا على عناصر الخبر الصحفي سنتعرف الآن على كيفية تصميم وبناء الخبر الصحفي من خلال متابعتنا لهذا الخبر نقف في بدايته على العنوان عنوان الخبر أمريكا والسعودية تتهمني إيران بزعزعة الأمن وقد نجد في أخبار أخرى تفرعا لهذا العنوان إلى عنوان صغرى ثم نجد بعد ذلك مقدمة وهي غالبا ما تكون تلخيصا شاملا لموضوع الخبر أي أنها تجيب على أغلب الأسئلة الست أو ما يسمى بالأخوات الست لنصل بعد ذلك إلى جسم الخبر أو ما يسمى بالعرض ويكون تفصيلا في جزئية هذا الخبر وقد نعثر على خاتمة للخبر وقد يستغنى عنها كما هو الحال في هذا النموذج إذن كما نلاحظ فتصميم الخبر لا يختلف عن كثير من تصميمات كتابات إنشائية فهناك عنوان ومقدمة ثم عرض ثم في الأخير خاتمة إذا كان هذا هو تصميم الخبر الصحفي فما هو القالب الذي يبنى عليه إذن كما قلنا فهناك مقدمة وهذه المقدمة غالبا ما تكون تلخيصا وإجابة عن الأسئلة الست أو الأخوات الست وهي أهم عناصر الخبر الصحفي ثم هناك الجسم أو العرض ويتطرق إلى كثير من التفاصيل المهمة المرتبطة بالخبر لنصل بعد ذلك إلى الخاتمة وهي تتطرق إلى بعض المعلومات الأقل أهمية أو تكون بمثابة خلاصة نهائية وكما تلاحظون فمن خلال الشكل لهذا البناء فهو عبارة عن مثلث مقلوب وهو في عرف الصحفيين يسمى بقالة بالمثلث المقلوب أو الهرم المقلوب وإذا كان المثلث المقلوب مناسبا لبناء الخبر الصحفي فإننا نجد قوالب أخرى تناسب أنواع صحفية غير الخبر الصحفي فعلى سبيل المثال لنأتي ببناء التقرير الصحفي والتقرير الصحفي هو نوع إخباري أكثر ديناميكية وحيوية يتوسع في حيثية الخبر بوجود صحفي مراسل على أرض الواقع وكما نلاحظ فالتقرير الصحفي يكون أكثر عمقا من الخبر الصحفي ولسياغته نأتي بهذا القالب فهناك مقدمة تتطرق إلى زاوية جديدة أو موقف معين من حدث ما لنصل إلى الصلب أو العرض ونتوسع في تلك الزاوية أو ذلك الموقف من خلال الإتيان بأمثلة وشواهد لنصل إلى الخاتمة حيث نعرض النتائج أو نصل إلى خلاصة رأي الكاتب أو نصدر أحكاما موضوعية وكما نلاحظ فبناء التقرير الصحفي يكون على شكل مثلث المعتدل أو الهارم المعتدل إلى هنا ننهي هذا الجزء الأول وإلى اللقاء في القريب العاجل مع الجزء الثاني من هذا الملف الخاص بالخطاب الصحفي مع تحيات الأستاذ أحمد دامو ومرحبا بكم دائما في قناتكم التي تصاحبكم على درب النجاح قناة كيزاكو ترجمة نانسي قنقر